لو تقول لي بقى قصة انه المصري كان بيضايع وقت وجد مش عارف كان بينام بالطول وينام بالعرض يعني ده شيء يا جماعة خلينا نتفق ضريبة انك تكون فريق بطل ان كل فريق بيقابلك حيلجأ لكل الطرق المشروعة وغير مشروعة عشان يحاول يسرق منك الناس دي مش جاي تلعب كورة يعني المنتاليتي دي نش بكلم على جدل واحد نش بكلم على اي حد بيطبق المنهج ده فكرة انك انت جاي تسرق انك انت جاي تخطف نقطة انك انت جاي بمنطق العاجز انت ضعيف وعارف انك ضعيف انت بتحاول تسرق من البطل نقطة فبالتالي بتلجأ لكورة وغير الكورة ده هنقابله كل يوم وفي كل حتة مع المصري ومع غير المصري هو ده منطق اللي مش قادر ما عندوش ما عندوش كورة فهيدربك وهيضيع وقته وهيلجأ لكل طرق اللي احنا عارفينها عشان يحاول يخطف نقطة ويبقى سعيد جدا طالع من المطش في نهاية المطش فيه منتقى السعادة وحق وهو حاسس قناعته الشخصية انه عمل انجاز هل ده هو اللي ضيع او هو ده اللي خلانا نفقد نقطتين في المباراة بالتأكيد برضو لا وهيحصل وهيتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة ماذا لو اسأل نفسك السؤال ده لو كورة مجدي افشا وحسين الشحات كانت خلصت جون او كورة شادي او كورة شريف او كورة فتحي هل كان هيبقى نفس رد الفعل وهل كانت تبقى نفس المعاناة ولا لا